مخيم داداب في كينيا هو المخيم الأكبر في العالم للاجئين أنشئ منذ عشرين عاما كمخيم مؤقت للصوماليين الهاربين من الحرب الأهلية ويعيش فيه نحو 300 ألف شخص تحت خط الفقر المتقع يعد هذا المخيم منسيا ومتروكا ولا يهتم أحد بساكنيه البائسين ولسيما بعدما توجهت أنظار العالم واهتماماته نحو اللاجئين السوريين بسبب الحرب الدائرة في سوريا على حد قول الدكتور جون كيوجورا من منظمة الإنقاذ العالمية يحتضن هذا المخيم